مرحبا، لاحظنا بالفترة الأخيرة تأثير الزكاية الاصطناعية على العالمنا وخاصة على طريق التنفيذ المهم التي تعودنا نعملها بإيدنا ولاحظنا كيف صار فيه أكثر من فكرة جديدة وسريعة صرنا نقدر نفذها حتى لو ما عنا خبرة فيها فكرة اليوم التي سأعطيكم إياها أكيد سيساعدنا الزكاية الاصطناعية حتى نعملها والحلو بالفكرة اليوم أنه سأعطيكم الطريقة وإنتوا نقوا المحتوى التي ستكون إياه لأن تنجح على كل المحتويات ومثل العادة أنتو مش عايزين لا تكتبوا محتوى ولا تعملوا فيديو كله رح يصير عبر الزكاية الاصطناعية ومحتوى اليوم موجه كمان للأشخاص اللي بدون يعملوا محتوى باللغة العربية لأن كل شي رح نعملو أكيد بتطبق على اللغة الأجنبية بس كمان قدرين طبقوه على اللغة العربية خليكم معي للآخر حتى تعرفوا كل الأدوات اللي رح نستعملها وكيف رح نعمل فيديو باللغة العربية بدقايق قليلة ولكل حدا جديد معنا ما تنسوا تدعمونا بلايك وسبسكراب قبل ما نبلش رح فرجيكم واحدة من القروات لأحد الزملاء عم معنا فتحها لهذا الشانل من أقل من سنة عندها محتوى طبي اسمها قناة معلومات مفيدة بيحكي فيها بيسجل صوت أكيد عبر زكاة الاصطناعي وبيضفلهم فيديو وبيطلعهم على اليوتيوب والحمد لله القناة صارت مونيتايز وعمتطلع له مصاري كمان احنا فينا نعمل نفس العملية رح نعملها بطريقة حتى أسرع لأنه من سنة ما كانت موجودة هذه الأدوات هلأ صار فينا نعملها بطريقة أسرع رح نشوف كيف بدنا نعملها لكل حدا ما عنده إلمان باللغة العربية بده يستعمل جوجل ترانسليت لحتى أول شيء الأفكار اللي عنده إياها يسأل فيها لنعتبر التشات جي بي تي لأن التشات جي بي تي يعطينا محتوى باللغة الأجنبية أداء من المحتوى اللي باللغة العربية ونرجع من ترجمه لحتى نطلعه كفيديو خليكم معي لحتى نشوف كل هذه الخطوات كيف رح نعمل أول شيء فيني نقي أنا أي محتوى يعني أنا بروح بدور على المحتويات اللي هي أكثر شيء مربحة على اليوتيوب إن كانت سفر إن كان كل شيء خاصه باللياقة خاصه كل شيء خاصه بالرياضة بالطبخ هذه الأمور كتير مطلوبة ومربحة على اليوتيوب أنا بنقي الموضوع يلي بدي إياه وعلى أساسه بعمل القناة التابعي بروح لنا أعتبر أنا رح أخذ موضوع يلي هو معلومات عامة مثلا إذا أنا بدي اكتورها باللغة العربية بقول أكتر بنتماثيل فرعونية في منطقة الأهرابات بروح على جوبل ترانسليت وبحطها هون باللغة العربية فبيعطيني إياها بالإنجليزي بروح بأخذها وبحطي إياها هون لتشات جي بي تي لحتى يعطيني كل المعلومات عن أقدم الأهرامات عفوا أقدم التماثيل بمنطقة الأهرامات سيبدأ الشيكتب لي وأنا رح أخذهم مثل ما هنة وروح أرجع ترجمهم لللغة العربية لحتى تطلع منهم فيديو مثل ما أنا بنحزين ببلغ الشيكتوب إذا شفنا أنه مثلا ما أعطانا كتير معلومات أو كانت المعلومات قليلة نحن فينا نقل له يعطينا تفاصيل أكتر رح يضيف تفاصيل إضافية على التفاصيل الأولينية يلي أعطانا إياها نحن مش رح ناخذها كلها بس رح ناخذ مثلا خلنا نقول أول جملتين منهم رح أرجع روح على جوجل ترانسليت أقلب هون من الإنجليش للعربي وحطهم لحتى يترجم لي إياهم باللغة العربية وأخذهم هنا مثل ما أنا أكيد نحن رح ناخذ كل المعلومات والتفاصيل بس هلأ نحن عم نشوف كيف بدنا نعملها أنتم فيكم تطبقوها على الفيديو كامل اللغة العربية لدينا قليلا معقادة لذلك بدنا نعمل تشكيل للكلمات لحتى نزيدهم ضمة وفتحة وهمزة وكل هذه الأمور فأنا أستعمل مبدئيا وابسايت اسمه شكل لي سأترك لكم هنا كلهم بالوصف بروح أنا بحطة هون وبقال له ابدأ التشكيل فمثل ما أنا شايفين يبدأ يشكل هذه الجمل هلأ صار عندي أنا المحتوى كامل بدي شوف كيف بدي حول هيدا المحتوى لفيديو رح أعطيكم كمان ويبسايت بيدعم اللغة العربية إن كان بالصوت أو بكل شيء خاص باللغة العربية هيدا الويبسايت اسمه فليكي الويبسايت فيكم تتسجلوا فيه إما عبر الجوجل أو عبر لينكتين أو عبر الفيسبوك كل مرة فيكم تتعملوا ايميل ثاني لحتى يطلع لكم دقايق ثاني وهي شهريا بترجع تتشرج هذه الدقايق بتنضاف لرسيدكم بعد ما تتسجلوا بتجوا لهون بتقولوا له إنه بتكون فايل جديد وتبالشوا كل جملة بتحطوها لوحدة لحطي يعطيكم فيديو عليها خلينا ناخد مسلا أول جملة منضيفها هون منضيف الجملة الثاني هون ومنطلع ماشي فمسلا بروح بقال له على هيدا أنا أعطيني فيديو بقال له هون اوتوبيك فيديو فهلأ رح يطلع لي فيديو خاصوا بالموضوع اللي أنا عم بحكي فيه عم نحكي عن الأهرامات فصور لي فيديو عن الأهرامات هلأ هون واحدة ثانية كمان نفس العملية ورح يطلع لي كمان فيديو خاص فيه والحلو أكثر من هكذا بفلكي أنه أنتو مش مجبارين بالفيديو اللي هو بيعطيكني إذا عندكم فيديو أنتم مصورينه أو فيكم تجيبوا فيديو من غير مواقع أنا رح ترقلكوني هون كمان بالوصف في أكثر من موقع فيكم تجيبوا منه الفيديوات وتستعملون ففيكم تبدلوا هؤدي الفيديوات يلي عطاكني هون فلكي وتحطوا الفيديو يلي أنتو بدكم هايدي أول خطوة أنا حوالة المحتوى لفيديو زيادة عن هيك أنا هون بالفيديو سيتنجز مثل ما أنا شايفين شو فيني أعمل فيني روح يسجل الصوت كمان فهون بقلي مين بدو يسجلي الصوت على الفيديو أكيد عنا أكثر من صوت هون من روح من قول لحتى نغير الصوت وبشوف مين أنا بدي من هاودي يلي هني مقدمين مجانا حسب طبيعة المحتوى يلي أنا عم بعمله مثلا الحمدان أنا بستعمله لأنه هو كتير مطابق للوسائقيات فأنا بترك حمدان خلنا نسمع صوته لنشوف صوته يساعدك فليكي في إنشاء محتوى صوتي وفيديو باستخدام ذكاء اصطناعي نادل للحياة فهيدا الصوت كتير قريب للوسائقيات فينا نحنا نعتمده ومن أنه تيتطبق على الكل فأنا بهيدا الطريقة صار عندي محتوى صار عندي فيديو مع الكلام عن يمشي على الفيديو مع حدا مسجل الصوت فأنا نضع اكسبورت ويصير الفيديو جاهز هذه بكل بساطة كانت فكرة اليوم ومثل ما قلت لكم فيكم تطبقوها على أكثر من موضوع ومحتوى ما فيكم تلتزموا بمحتوى واحد فبهيدا الطريقة ومثل ما انتو قادرين بدقايق قليلي متل ما شفنا ركبنا محتوى طلعنا على الفيديو وفينا نطلعه على اليوتيوب بتمنى الفيديو يكون عجبكم اليوم وكل حد عنده التفصيرات بتمنى يتركها بالكومنت وما تنسوا تدعمونا بلايك وسبسكراب شكرا